بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء نعم رحمة مهداء صلى الله عليه وآله وسلم من أجمل ما ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا به بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه حضرته فتح لنا أبواب جنة الدنيا قبل جنة الآخر وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي هو اللي بيحرك حلق الجنة فتفتح بسره صلى الله عليه وسلم وعشان كده مولانا كان بيخطبه بيخطب حضرة النبي أن الناس كلها لو جموا من كل باب لا يفتح لهم حتى يأتوا من خلف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا في هذا الحديث وتعالوا في هذه الحلقة نمشور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نمشور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة اسمها الطريق إلى الجنة الحديث ده أنا بسميه الطريق إلى الجنة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في حديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم بش بس من جوامع كلمه من أنوار كلامه صلى الله عليه وسلم هو حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا أولا أدلكم على شيء إن إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم نسمع أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الله على هذا الكلام طبعا الحديث هنا جميل أول ليه طيب الجنة هي مكان الأحبة الجنة هي مكان الأحبة ولذلك سألوني لماذا كانت الجنة جنة قلت لهم لأنها لمكان اللقاء مكان اللقاء مع الحبيب لجل سبحانه وتعالى وجون يومئذ الناظرة إلى ربها ناظرة يعني إيه وكأن الوجوه تنضرت عشان تنظر إلى حبيبها فنضرها الله سبحانه وتعالى لتستطيع أن تنظر إليه فالجنة أكان اللقاء ولذلك فكرين حديث رسول الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاء أحبه شوف وحدث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمنا في الحديث الأخرى ماذا وما تقرب المتقربون بأحبه برضو الحب سبحان الله ولما نجي نعرف الإيمان نعرف الإيمان على إنه حب سبحان الله يبقى إيه اللي حاصل لا تدخلوا للجنة حتى تؤمنوا نعم يبقى اللي يدخل للجنة لا بد أن يكون مؤمنا طيب وإيه تعريف الإيمان يا رسول الله قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يبقى إيه دا تعريف الإيمان حب أو هنا بقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيخلينا نعرف إن محور قضية الجنة كلها هي الحب ومحور قضية الحب هو إن كل واحد فينا يبقى في سلام فما فيش حد هيدخل للجنة إلا بعد إنه يكون مؤمن والإيمان هنا مش مجرد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وإنما إن انت توحد الله سبحانه وتعالى توحد الله بمعنى إن انت تؤمن بالله سبحانه وتعالى فتدخل في أمانه وده من أهم معاني الإيمان هو الأمان المؤمن ومن أمينه الناس هو ذات محور للقصة وليس معنى أمينه الناس إنه إوعى تفهم إن الحديث ده المؤمن ومن أمينه الناس تاخدوا كده مفصول عن هذا الحديث ولا تؤمنوا حتى تحابوا يبقى أنت لما بتأمن الناس بتأمن أحبابك مش بتأمن الناس أنت بتتفضل عليهم بالأمن لا ده مش فضل ده من علامة الإيمان لأن السياق الحديث بيقولك إن المقصود هنا بالإيمان الأمان أمان لنفسك واللي حواليك وده هيفهمنا جملة من الأحاديث النبوية زي قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه يبقى الدائرة بتاعتي اللي هي دائرة المسكن دائرة كمان لازم تكون دائرة أمان واتفقنا إن الأمان أمان إيه؟ أمان أحبة ولذلك قوله لا يدخل الجنة نمام ليه؟ عشان ده مش بيحب والسبب إن دولا ما كانوش أمان على من حولهم وبعد كده يجي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أحد أبواب الجنة اللي تعمل أمان للناس وهي المحبة فيقول حضرة النبي لا تؤمنوا حتى تحبوا يعني لا يتحقق الإيمان حتى يحبوا بعضنا بعضا لأن محدش هيحب الأخي ما يحبوا لنفسي إلا إذا سلم من الحسد والغل والغش والحقد والأزى علشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد فيقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبوا لنفسي إيه ده للإسة كلها كلها بتدور على المحبة عشان كده هنلاقي الشرع أغلق كل الأبواب اللي بيتسلل منها الكره إلى قلب الإنسان فحرم الحسد والحقد والكلام السيء والغيبة والنميمة مش بس كده ده علمنا كمان الأدب أدب مهم جدا إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى إسنان دون الآخر ليه؟ عشان ده حتى لا يحزنه فعشان كده فبعد كل ده لا يبقى إلا المحبة حتى في العبادة يحزن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الاختلاف اختلاف القلوب فيقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوي أن بين صفوفكم أو لا يخالف أن الله بين قلوبكم يبقى إحنا عايزين نعمل حاجة مهمة أو أوي إيه هي؟ إن احنا نفهم هذا الطريق اللي رسمونا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الطريق إلى الجنة يبدأ بالإيمان وداخل الإيمان المحبة فلا تحقق الإيمان إلا بالمحبة وداخل المحبة السلام فلا يتحقق تتحقق المحبة إلا بالسلام وعلشان الأشياء تجلب المحبة كتيرة فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم حب يسهل لنا الطريق اللي بينمي المحبة وبتغرسها في قلوبنا فحضرة النبي قال لنا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحببتم لإن المحبة كتيرة أفشوا السلام بينكم والسلام هنا مش مجرد أننا أقول واحد السلام عليكم ورحمة الله ده أدنى درجات السلام على فكرة ده على فكرة دايما نقول أن الزكر يذكر بمرضات الله السلام عليكم ورحمة الله ده ذكر فيعمل إيه؟ فيذكرنا بمرضات الله يذكرنا أن الله لا يرضى إلا إذا كنت أنت ناشرا للسلام فإفشاء السلام يذكرني بنشر السلام أن الله سبحانه وتعالى سلام يحب نشر السلام يحب إفشاء السلام إفشاء السلام يعني أفشوا السلام بينكم يعني أنشروا السلام بينكم وعشان كده ساعتها هنعرف أن السلام فوقنا إذا إحنا سلم الناس مننا على فكرة لازم نعرف أنه لما نفشي السلام قولك السلام عليكم معناه أني أنت أدخلت اللي أنت سلمت عليه في أمانك خلاص بقى في أمانك وذلك هو لازم يرد عليك ويقولك وعليكم السلام يبقى لازم نشوف ثلاث أحاديث مهمة في هذا السياق حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن السلام اسم من أسماء الله تعالى والله سبحانه وتعالى وضعه في الأرض فأفشوا السلام بينكم إذا يعني إذا كنت وكأنه كده إذا أردت أن تكون موصولا بالله فكن صانعا مش كل صانعا كن حيا بالسلام وقل للناس حيا على السلام وقل للناس نحيا بالسلام فعيش بالسلام تكون موصولا بالسلام سبحانه وتعالى الحديث الثاني نحن لازم نلتفت إليه لما سؤل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفته ومن لم تعرف إنه بقى لازم الحديث ده نقف شوية معاه لأن بعض الناس يقولوا إحنا مش هنسلم غير على الأطقياء اللي يعرفوا إمت السلام بس هنا حضرت النبي محطش هذا القيد أو هنسلم على بعض الناس هنسلم على المسلمين بس مش هنسلم على غيرهم بس حضرت النبي محطش القاعدة ولعكس الحديث هنا بيمنع من ده ثم لا نبدأ غيرانا بالسلام قال لك لا ده في حالة المحاربين ده في حالة معينة في سياق معين لكن ده لا نبدأ الناس بالسلام لأن السلام ده معناه صفة صفة السلام ده يا سادة ثلاث حاجات السلام ده حالة الناس تكون فيها سالمة والسلام ده كمان عقد بيننا وبين كل الناس والسلام ده كمان قيمة شفت السلام ده قيمة عليا إزاي في حديث ثالث احنا لازم نلتفت إليه ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام ماذا؟ وبذل السلام والإنفاق من الإقطار يبقى إذن نشوف كده الحديث بيقول إيه؟ الحديث بيقول ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار يبقى أول حاجة للسلام أول حاجة عشان تكون مع الله سبحانه وتعالى السلام لازم أنت تكون عارف أني السلام يدخل في قلبك المحبة وكده النبي علمنا نقول بعد كل صلاة اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام يبقى أنت لازم تدخل على السلام من أنك أنت تكون محب للناس وعلامة محبتك للناس أن أنت تعيش بينهم بالسلام يبقى مصدر السلام هو الله وعلى قد قربك من الله سبحانه وتعالى هتكون أنت سلام لللي حولك وعشان كده عايز تقرب زيد سلاما يبقى الحاجة المهمة اللي احنا لازم نعرفها أن السلام أن أنت تبذله لمن تعرف ومن لا تعرف فده حق للناس مش تفضل منك في ناس كتير بتعتبر أني أنا لما أسيب الناس في حالها ده فضل مني لا على فكرة السلام مش أنك أنت تسيب الناس في حالها السلام أن أنت تكون سبب في أمان الناس السلام هو أنك أنت تكون سبب في سلامة الناس يعني تكون سبب في حمايتهم سبب في خيرهم سبب في نمأهم يعني ميش علشان واحد تعرفه تكون معاه مسالم وتكون معاه سلام وسهل وهين ولين واللي ما تعرفوش ما تكونش معاه كده أبدا احنا نسينا القاعدة من تعرف ومن لا تعرف يبقى المطلوب منك أن أنت تكون سلام للعالمين عارف السلام ده حاجة مهمة جدا 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 السلام ده من أكتر الأشياء اللي بيظهر فيها معنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تحس كده وما أرسلناك إلا سلاما للعالمين تحس أنه طلب لرخاءهم طلب لراحتهم طلب للفتح طلب لتنميتهم طلب لخيرهم هو ده السلام يبقى لازم نعرف أن بذل السلام للعالم يعني الكل من حولك كل الناس بلا كل الناس لا ده مش كل الناس بس ده كل العالم يشمل كمان كل الكائنات ما تبقاش أنت متعدي على الشجر وتبقى أنت كده بتفشي السلام لا تفشي السلام معنى أنت تكون سلام على الكائنات كلها الأشجار والنباتات والحيوانات وعشان كده مي ايه شوف كده أنت لما تكون أنت ماشي في طريق السلام زي في طريق العلم كده تجد إلا حاصل تجد حق غريب قوي تجد إن الكائنات بتدعي لك وذلك لما تمشي في طرب العلم اللي هو يفتح قلبك للسلام وإن الملائكة لا تضعوا أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ليه؟ لأن العلم يعلمه السلام الجاهل بيبقى نار وبيبقى دمار والعالم بيبقى سلام وعلشان السلام مهم الشريعة نظمته وعلمتنا إن إحنا لازم نسلم على كل الناس ومش بس كده يسلم الصغير على الكبير ويسلم المار على القاعد والقليل على الكثير طب ليه؟ عشان الأولي اللي يدخل إيه؟ في أمان الكتير والصغير يدخل في أمان الكبير ما وإحنا قلنا إن السلام ده عقد إيه؟ عقد أمان والأولي اللي يدخل في الكتير والصغير يدخل فيه سلام الكبير فيحصل إن يتحقق السلام ويسلم كمان الراكب على الماشي ويسلم كمان كل بنا آدم على جماعة الناس إذا كان فردا يبقى السلام مش مجرد السلام عليكم وبس السلام ده شعور عام حالة مجتمعية يحس فيها بالراحة ونحس بها في التمأنينة وبالأمان ونخرج من إطار السراع والحقد والغل السلام هو إن أنا ما شوفش إن أنا أفضل من الناس وإن أنا لازم أكون سبب لخير الناس وما يصل لهمش مني شر لأ السلام إن هو لازم يصل لهم مني خير يبقى السلام ممكن يكون بالكلام وبالأفعال وبكل شيء لو حبينا نعمل حاجة كده أنا بسميها منظومة السلام إن إحنا يبقى عندنا ست مجالات للسلام مجال الأولاني السلام مع النفس في ناس كتيرة ما بتعيش في السلام مع النفس لازم تفشي السلام مع نفسك نفسك الأمارة بالسوق ساعات بتخدعك وتقولك تعالى ادخل في صراع معايا أنت كده مش في سلام إحنا مش جايين عشان نصارع نفسنا الأمارة بالسوق إحنا جايين عشان نزكيها لازم تدخل على نفسك وتقول لها أنا مش جاي عشان أعاديكي وأأذيكي أنا جاي عشان أأخذكي لباريكي لله يبقى أنت لازم تبقى في سلام ولازم العلاقة اللي بينك وبين الله تكون مبنية على السلام إن ربنا مش متربص بيك ربنا أمانك فالله خير حافظة ووأرحم الراحمين أليس الله بكاف عبده يعني ربنا مش سلامك فأنت لازم تبقى عارف أن العلاقة اللي بينك وبين الله هي السلام ولذلك أنت تعيفك في العلاقة اللي بينك وبين ربنا أن أنت مسلم مسلم يعني سلم الناس فسلمت لأن الله سبحانه وتعالى جعلك في سلام في تجليات السلام سبحانه وتعالى أمر التاني أن أنت تكون في سلام في بيتك في سلام في الأسرة إحنا عندنا ست ملفات أنت مع الله وفي شخصيتك الملف التاني أسرتك الملف التالت العمل الملف الرابع العلاقاتك الملف الخامس كمان مستقبلك الملف السادس السعادة أول حاجة تكلمنا عنها أن أنت تكون في سلام بينك وبين نفسك الحاجة التانية أن أنت تكون في سلام في أسرتك بلاش تخلي العلاقة بينك وبين زوجتك علاقة صراع مش هتبقى في سلام أبداً وعلاقتك ما بينك وبين زوجتك في علاقة صراع أو أنت بتحاول تاخد مكانتك من أولادك عارف أقصر طريق لحبهم أن هم يحسوا أن هم وإنت موجود هم في سلام سواء كنت ابن فأبوك وأمك في سلام سواء كنت كنت زوجة فالأسرة كلها في سلام وإنت موجودة سواء كنت زوج فالأسرة كلها في حماك كمان سواء كنت بنت فالأسرة كلها تحس بأنك أنت نسمة البيت كل الكلام دوت هو ده السلام السلام في العمل بلاش كل هذه الأشياء اللي احنا بنشوفها بلاش الغدر اللي احنا بنشوفه في بعض الأحيين بلاش اللي هم بيسموه البلوتك أوفس الحاجات اللي بتتعامل من خلف الظهر دي خليك سلام خلي الناس تقول مش ممكن أبداً فلان ده احنا بنحسش في أمان في الشغل إلا مع فلان مش ممكن أبداً يكون غدار ولا مؤذي خليك سلام هتحس بأن العمل فيه ربنا هتحس إيه وهو معكم أينما كنتم هتحس أن العمل فيه ربنا فيه تجليات السلام وهتسلم على فكرة وهتسلم من أذى الناس وهو هتصدق نفسك الأمره بسبل و بتقولك ما انت هتأمنهم لكن هم هيئذوك كمان يكون سلام في العمل كمان سلام في العلاقات بلاش تكون علاقاتك مع الناس مسمومة بلاش تكون مصص لقلوب الناس وموجع لقلوب الناس خليك كده كل ما الناس تقرب منك تحس أن هي شمت ناسيم الجنة ولا عندك كده حاجة تذكرهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم خلي علاقاتك كلها علاقات سالمة ساعة ما تحس أن فيه علاقة مؤزية أو أنت هتكون مؤزي بلاش العلاقة دي لأنك أنت ساعتها هتكون مش بتأذي نفسك بس بتأذي نفسك وبتأذي الآخرين كمان لازم تكون على يقين أن مستقبلك مفروش بالسلام مليان سلام مستقبلك فيه سعادة وفيه أمان الله سبحانه وتعالى هو هو اللي يستقبلك في مستقبلك واعلم أن الله تجاهك يبقى إيه اللي حاصل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عبد الله بن عباس عشان يعلمه إزاي ينظر للمستقبل استعن بالله تجده تجاهك الله أمامك فمستقبلك مفروش بالسلام أنت لن تكون أبدا عايش بالسلام إلا إذا شفت أن مستقبلك مليان بالطمأنينة وبالسلام والسعادة كمان السعادة البوابة الكبيرة بتاعتها أن أنت تبقى في سلام تبقى فراح تبقى حاسس أن أنت أن أنت تكون سبب لسلام الناس هو ده أوسع بوابة لسعادتك خليك سالم من الأفكار السودة خليك سالم دايما وخلي حياتك كلها مليانة سلام إذا عيشنا بالسلام في الست ملفات دول أظن أن احنا ندوق حلاوة المحبة ومنها عن حس أن احنا وكأننا مش هقول على أبواب الجنة لا عايشين في جنة ربنا في الأرض لما نعيش بتجليات السلام وتبقى قلوبنا مليانة بالسلام وعلى فكرة خلوا بالكم أن الباب اللي بندخل بيا على حضرة النبي اسمه باب السلام عشان أنت لو عايزين تدخلوا على حضرة النبي عيشوا معاه في سلام لأن حضرة النبي هو عنوان السلام يا رب جعلنا مع حضرة النبي في سلام ونمشي معاه دايما في سلام وفي أمان نكون سلام لنفسنا وسلام لغيرنا وباب من أبواب الراحة وباب من أبواب السعادة دينا وكل شيء حولنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين بعد الفاصل نلتقى بحضراتكم عشان نجاوب على أسئلتكم مباركة اللي تلقيناها على صفحتكم صفحة دينامج ولا تعسروا ونجاوب عليها ولكن بعد الفاصل رجاءنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة دينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ومنخصصها وقت زي الوقت اللي احنا مخصصينه دلوقتي عشان نجاوب عليها ونفضل احنا وانتو في حضرة مولانا سبحانه وتعالى وهو بيعلمنا وبينورنا ويخلينا موصلين دايما بحضرة فضله وكرمه سبحانه وتعالى السؤال الأولان اللي وصل لنا سؤال بيقول هو حرام اللي أنا أخلي الشبش بمقلوب على ظهره فيه ناس كتير معتقدة هذا الاعتقاد والناس بتقول يا جماعة انتو بتجاوبوا على الحاجات دي ليه الحاجات دي لاني حصل فيها مورثات وحاجات كتيرة جدا لا مش حرام ولا حاجة ولا ده بيجلب النكد ولا اي شيء ولكن الناس بترى ان ده في بعض الحين بعض اشكال الادب بتقول ان ما ينفعش ده يكون الى السماء واحنا السماء دي محل نزول الارزاق ومحل نزول اللطف والكرم من الله سبحانه وتعالى فده مفوش حسن ادب لا هو ده في الحقيقة مش كده وهل ده لو حصل يبقى حرام لا مش حرام وعشان الناس ما تتوسوس ويبقى عندها هذا النوع من هذا الوسوس لا مش حرام السؤال التاني بيقول لو سمحت لو سمحت يا شيخ عمر لو سميت بنت اخي اسم ملاك هل ده حرام ولا حلال لا ده مفوش حاجة لان ملاك وكأن احنا بنسمي الاسماء المباركة او الاسماء اللطيفة او الاسماء الحسنة بنسميها تشبها بهذه المسألة فالله يسمي ملاكة هو ما بيقولش ان هي في ذاتها ملاك ولا هو بيدعي ان هي ملاك ولا تعص الله ما مرها وبعض الناس بيقولوا لا ما تسموهاش ملاك احنا بنسمع كلام كتير ما بيكونش عليه ادلة ولا هو في الحقيقة باب من ابواب وسواس الناس يقولوا لا لان الملائكة لا يعصون الله ما امرهم وفعلون ما يؤمرون وانتو عندنا كل ابن ادم خطاء وخيرو الخطاء لا كل الكلام ده ما لوش علاقة خالص احنا بنسمي الناس اسماء كتيرة اما حد يسمي حد ياسمين يقوله انت كداب لان هو مش مقرحت ومش زي رحت لياسمين لا كل الكلام ده كل دي العرب عندهم بلاغة كل دي اسماء بليغة طب ايه الفتنة دي جاي منين وكل الكلام ده منين ان في ناس عندهم حاجة سيئة جدا وهي اني انكروا ما يسمى بالمجاز تسميت حد بانه ملاك يعني وكأني نتمنى ان يكون كالملاك في رقته وفي لطفي وخاصة لو كان الاسم ده تلقيه لبنت فاحنا نتمنى انها تكون في رقتها وفي عذبتها وفي لطفها فليس هناك معنى من معاني من الاسباب التي تمنع وتجعل تسميتها بملاك ده تحرام فليس حراما بل جائز ان هي نسمى بنت باسم ملاك السؤال التاني سؤال بيقول السلام عليكم يا شيخ انا متجوزة من ابن خلتي طلقني شافه بس قال لي خلعيني مش هطلقك سبيلي بنت ولد لي سنة باجري اني اطلق واخد نفق مش بيسأل على عياله خالص راح تجوز كمان وخلف وانا بدعي ربنا كتير ربنا يجيب لي حقي قل لي كلمة يا شيخ تبرد قلبي وقلبي اولادي هو في الحقيقة انا اقول لك حذيك كلمة وقول لهو كمان كلمة اولا احنا مش عارفين ان انتوا اطلقتوا لأ ليه طيب عشان هو حذيك بتقولي هو اطلقني هو طلقك هل فعلا طلقك ولا ما طلقكيش انا مش اقدر احكم على ده غير لما نتحقق لكن خليني اتكلم على المشاكل اللي عندكم لان انا ما اقدرش اتكلم على اني الطلاق وقع احنا عندنا في الطلاق الانفتي في الطلاق الا للشخص المطلق ومش معنى كده ان احنا ما نسمعش الزوجة نسمعها ولكن الحقيقة ان الطلاق بيكون في الحقيقة على لسان الزوج فلابد ان احنا نتحقق من الزوج ولذلك تفضلوا تعالوا الى دار الافتار المصرية واسألوا عشان نعرف ايه هل الطلاق وقع ولا ما وقعش دي اول حاجة الحاجة التانية بقى يا سيدي اسوأ ظاهرة شفتها في حياتي وظاهرة انا انا اسف يعني الظاهرة دي ظاهرة بتطعن في رجولة الرجل يعني اللي يعمل ده انا عندي هذا يطعن في رجولتي اللي هي ظاهرة ايه ظاهرة طلاق الاطفال يعني ايه طلاق الاطفال لما الواحد يطلق واحدة مش يطلقها بس يطلقها هي ويسمي العيال يطلقها هي وعيالها لا اوما مش عيالها بس ولا ينفع أن الأولاد يتطلقوا الأولاد دولة دولة حقهم أن هم أولادك ويجب عليك نفقتهم ولا يجوز أن أنت تتهرب من نفقتهم هذا اسم اسم عظيم ولذلك حضرة النبي قال إن من أعظم الاسم ولذلك قالوا هذا من الكبار لقوله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الاسم أن يضيع الرجل من يعول فأنت دلوقتي بتعمل إيه أنت فاكر أن أنت بتنتقم منها أنا أقول لك حاجة أنت بتنتقمش منها ولا حاجة أنت بتئذي نفسك بتفتح على أن نفسك باب جهنم أنت بتعرض نفسك وتطرح نفسك في النار لأن الظلم ظلماتي يوم القيامة وحضرت النبي حذرك فيه أكتر من كده حضرت النبي حذرك أن أنت تعمل كده مع أولادك فأنت بتعمل كده ليه أنت بتعمل كده لأن أنت فاكر أن eel تقمنى أبدا ده أذى لنفسك وسوق وسوق فعل وسوق أخلاق فاللي انت بتعمله ده لا يجوش شرعا وانت لازم تتقل الله سبحانه وتعالى لان انت لو استمرت على ده ده يمحق منك البركة وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم تخيل حضرت النبي في حديث النعمان بن بشير لما والدته طلبت ان هو يكيد طلبت بن بشير ان هو يكيد زوجته التانية يكيدها بانه يدي للنعمان وما يديش لأولاده من الزوجة التانية عشان تكيدها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اشهد على جور يعني فقط التمييز ما بين المرأتين كان جور فما بقى لك بقى ان انت تعمل كده في أولادك هذا ليس جور هذا تضيع وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة فانت لازم تخاف ما تعتبرش ان دوت ايه ان حاجة بسيطة يعني قديني بنقدبهم قديني بنربهم بنعرفهم امتي تعرفهم امتك ايه انت مش بتعرفهم امتك انت بتخسر امتك الراجل اللي يعمل كده هو بيخسر امته مش بيعرف أولاده امته على فكرة وانا بقول لكل الرجال كده اوعى تفتكر ان انت لما تمنع الانفاق على اولادك انت بتعرف اولادك امتك سواء كانوا اولادك معاك او كانوا اولادك بعد الانفصال مع زوجتك او كانوا بتكايد بيهم الاولاد يا سيدي قيمة الاطفال دول قيمة الاطفال دول نعمة من عند الله لا يجوش شرعا الاطفال انا عندي مش مرحلة سنية الاطفال عندي قيمة يعني الطفولة دي بيبقى الانسان انا بقول كده يبقى الانسان انسانا ما بقيت فيه الطفولة فالطفولة ليست الطفولة ليست مرحلة سنية الطفولة قيمة كنا بنقول اه فيه قانون للطفل و بنقول لغاية الاطفال لغاية 18 سنة ده عشان نحافظ على هذه القيمة مخزون الإنسانية ومخزون الطفولة الموجودة في البن أدمين فإذا ذهبت الطفولة ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما أقول له أن أنت لما تتعامل مع الطفل برحمة ده علامة الإنسانية فلما ترك ده قال له إيه ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك يعني بيقول له إيه ماذا أفعل إذا كان الله سبحانه وتعالى قد سلب منك الإنسانية يا سادة أنا بقول لكل رجل أولادك مش محل انتقام من زوجتك أولادك محل نعمة من ربك الله سبحانه وتعالى يرزقنا وأطفالنا فلذلك ما ينفعش وإحنا مرتبط رزقنا بأطفالنا إن إحنا نتهاون في النفق على أولادنا يا سادة الطفولة قيمة ومن أهدر الطفولة فقد أهدر قيمته فلذلك ما ينفعش اللي أنت بتعمله ده اتق الله اتق الله في نفسك اتق الله في أسرتك واتق الله في أولادك وإن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول وحدة النبي بيفكرك أني عشان تبقى رجل لابد أن أنت تحافظ على أولادك السؤال بعد كده بيقول أختي لسه متجوزة من سنة ولسه ربنا ما كرمهاش بطفل وهي بتشتغل مع أطفال وفي طفل من الأطفال دي حلم أن هي جابت يونس وبعدها كلمها تاني يقول لها سلميلي على يونس وفي نفس اليوم بتفتح التلفزيون على القرآن لقيت الصورة اللي شغالة صورة يونس كده يبقى إشارة من ربنا أن لما يرزقها طفل لازم تسميه يونس لا مش لازم تسميه يونس تسميه الاسم اللي هي عايزاه هي بتحب باسم يونس تسميه تسميه باسم يونس لكن ليس معنى ده أن هي زي ما أنت في السؤال كده دي إشارة أن هي لما يرزقها بطفل لازم تسميه يونس لا مش لازم الجوابي لا على مسألة أن هي لازم تسميه يونس لا مش لازم تسميه يونس يعني ايه يعني ايه لو سمته يوسف سمته محمد سمته أحمد سمته عيسى سمته موسى سمته كل الأسماء دي هل مش هيبقى هيبقى حرام عليها لا ونحن تعالوا نحفظ القاعدة دي موما قول نحن لا نأخذ الأحكام ولا نبني القرارات على الأحلام نحن لا نأخذ الأحكام ولا نبني القرارات على الأحلام الأحلام اللي مش مصدر للتشعيرها خالص حتى وإن قلنا إن الرؤية الصالحة جزء من سبعين جزء من النمو خالص ده بس حاجة كده وكأن ربنا بيقول إن الرؤية الصالحة دي من نسيم الجنة حاجة لطيفة حاجة ربنا بيبشر بيها لكن مش ممكن أبدا لنأخذ منها أحكام ولا نبني عليها قرارات ليه؟ القرارات ليها أصول في بناء القرارات عليه في حكمة وفي تخطيط وفي إدارة بنبني عليها القرارات والأحكام في مصادر شرعية بنأخذ منها الأحكام كتاب والسنة والمصادر الأخرى لمصادر التشريع زي الإجباع والقياس والأدلة المختلف فيها دي اللي إحنا بنأخذ منها الأحكام لكن ليس من مصادر التشريع ولا من مصادر الأحكام بأي حال من الأحوال الأحلام يا سادة احنا تكلمنا النهاردة عن حديث من أجل أحاديث رسول الله سلم ورسمنا خطة عايز توصل للمحبة اللي بتحقق في قلبك الإيمان عشان يتفتح لك أبواب الجنان كن سلاما كن سلاما على نفسك بينك وبين الله كن سلاما في أسرتك كن سلاما في عملك عيش بالسلام في علاقاتك يا سلام لما تعرف أن مستقبلك مليان سلام ويا سلام لما تعرف أن أنت عايز تبقى سعيد كن بوابة من أبواب السلام على غيرك وعيش في نعيم الجنة في الدنيا قبل الآخرة لأن تحية أهل الجنة السلام وإذا عشت في الدنيا بالسلام عشت قلبك مليان بالسلام وكمان عشت بتنشر السلام ومن كل الناس أنت أكيد في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة يا رب جعلنا دايما من أهل السلام وجعلنا فيه من أهل السلام على الدوام ويا رب رزقنا على الدوام أن احنا ندخل ونزور حضرة النبي من باب السلام ونكون دايما بنسير خلف حضرة النبي وبينشر في حياتنا الراحة والنعمة والفضل والمدد والسلام يا رب سلمنا يا سلام يا كريم يا ودود اجعلنا من أهل السلام على مدى الأيام يا رب العالمين 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 يا رب العالمين